خيبة أمل كبيرة أصيبت بها إدارة بايدن بعد رفض طهران الانخراط في المفاوضات حول برنامجها النووي الذي دعت إليه مجموعة الخمسة زائد واحد رفض شكل صفعة كبيرة لإدارة جو بايدن التي بدأت ضعيفة مكسورة أمام خصومها الجمهوريين الذين وجهوا أكبر الضربات لإيران في عقوبات غير مسبوقة جعلتها مكبلة أمام ترامب الذي أكد أن الاتفاق أكبر إهانة لأمريكا تأكيد البيت الأبيض أنه لا يزال يرحب بالدبلوماسية طريقا لحل الأزمة مع طهران أثار غضب الجمهوريين في مجلس الشيوخ والذين الطالبوا من جانبهم بعدب العودة إلى اتفاق النووي الإيراني لينضموا إلى العديد من الديمقراطيين المتحفظين على الاتفاق والذين اعتبروه غير واقعي البتة بل ومهترئا مليئا بالمشاكل على الجانب الآخر لا تزال الدبلوماسية الإيرانية تتمسك بالمراوغات مدعومة بالقوات الخشنة عبر ميليشياتها والتي أدخلت المنطقة في إتون حرب لا منجة منها ويظهر من خلال تصريحات خامنئي الذي أعلن البدء بتخصيب اليورانيوم إصرار طهران على المضي بمشروعها النووي دون ما توقف إعلان سيضع طهران في مواجهة مباشرة مع واشنطن التي أرسلت رغم تمسكها بالدبلوماسية انذارا لإيران عبر قصف ميليشياتها على الحدود العراقية السورية مؤخرا بالتوازي مع الموقف الأمريكي لا يبدو الموقف الأوروبي مع إيران كما السابق حيث توجهت الدول الأوروبية إلى تصعيد لهجتها لا سيما بعد تعطيل عمل مراقبي الوكالة الذرية واكتشاف مواقع غير معلنة لتخصيب اليورانيوم وهو ما أعطاه انطباعا لا شك فيه بأن إيران لا تطبق الاتفاق الذي أصبح عبءا عليها وقد يدفع أوروبا للتخلي عنه ما لم تثبت طهران وعكس ذلك